قدم مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية شكوى قضائية لمحاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن لدورهم بتغذية الإبادة الجماعية اللي عم بتقود إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الحديث أكثر عن هذا الموضوع وأيضا مواضيع أخرى بينضم لألنا عبر خاصية زوم مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية المحامة والمدعي العام الفدرالي السابق الأستاذ عبد حمود أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يوضحي للمشاهدين أهلا وسهلا البعض يعني بيستخف من هذه الشكوى إلا أنه البعض الآخر بيرى أنه هذا المركز له جولات سابقة مع إدارات سابقة وحقق انتصارات أول شي حضرتك يا ريت بتعطينا بس فكرة عن هذا الموضوع وتوضح لنا أكتر هل من الممكن الوصول إلى نتيجة فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ أولا قدموا الشكوى هني من يومين بس يعني ممنع ببعض القضية كيف مشي طول ومظبوط المركز عنده تاريخ في تقديم شكاوى جدية وأنا شفت ريت الشكوى بسموها الكمبلاينت هون اللي هي أورقة بيقدمها المدعي على الشخص التاني وفيها شي تسعين صفحة جدية جدا مستندة إلى قوانين دولية وقوانين أمريكية ومحطوطة بالفادر الكورد بكاليفورنيا الشي المهم فيها أنه الشكوى مش لمحاكمة الرئيس عمليا هني الزكا فيها أنه مش طالبين حتى تعودات مالية لأنه عادة الشكاوى اللي بسميه نحن هون بدنية تطلب تعودات مالية المشكلة بس تطلب واحد تعود مالي أو يدعي على أي موظف في الدولة بيستضم بموضوع الحصانات للشخص اللي عم بيقوم بعمله بواجبه بس هاي الشكوى شو طالبة بالضبط؟ طالبة أنه يوقفوا يعني الطلابات هي وقف طلاق النار الطلابات هي أنه مثلا عم بوقفة مش شكوى هلأ أنه يأخذوا كل المجلس يعني الاشياء اللي يريدوا يعملوها الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع أنه ليوقفوا ليستعملوا قوتهم وتأثيرهم على إسرائيل ليوقفوا القصف على الفلسطينيين بغزة اللي هو عم بيطلع منه ماس كيلين عم بيطلع الناس بإبادة جماعية وعم يقذ الناس كتير كمان بيطلبوا أن الكورت المحكمة تطلب منه أنه يعملوا أي شيء يرفعوا الحصار عن غزة تفاصيل تانية يعني وكمان أنه يستعملوا كل الباور اللي عندهم يريدوا على إسرائيل ليمنعوا أي إجلاء لغزة وأشياء من هذا النوع يعني فيه تفاصيل أكتر بعد معك وقت يعني طالبين إشياء ممكن تتحقق من ناحية قانونية أنه طالبين القاضي يفرض على الرئيس يعني هالإشياء هذه لأن هالإشي عم بتخالف القوانين الدولية وقوانين الأمريكية طيب أستاذ عبد حضرتك عم بتقول أنه أول شيء تقدم 8 يومين تاني شيء هيدول الأشخاص قد يكون عندهم أو عندهم حصنات معينة وبالتالي ممكن هيدا الشيء يعيق المضي قدما في هذه الدعوة ولكن هني طالبين أنه في حال هذه الدعوة يعني قبلت وتم النظر فيها خلال النظر بهذه الدعوة طالبين أنه وقف إطلاق النار على غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل هل ممكن أنه يحصل هيدا الشيء في حال مشيت هيدا القضية بك تشوف القاضي شو بيعمل لأنه فيه كمان بالسيستام اللي عنا هون بالقانون وعم جدا ترجمهم كلهم للعربي مش تابعوا بيطلعوا معي بس في شيء هون اسمه إذا واحد عند قدم دعوة فيها طلب لشخص يوقف عمل ما عم يعمل أزافي اللي هني طلبوا فيه هون فيه كمان طريقة بالقانون القاضي بيصدر مستعجل أنه جمد كل شيء محل ما هو بما يتضم بهالحالي هيدا إطلاق النار حتى يمنع أنه يحصل ضرر أكتر غير من ممكن تراجع عنه بسموه irreparable harm وهل يعتبر هذا القرار ملزم؟ إذا صد القرار من القاضي اللي عنده المحكمة ملزم على أي مسؤول بما فيه الرئيس إلا إذا الرئيس دقري قدم استقناف كمان مستعجل للمحكمة اللي أعلى في بعض أقل محكمتين أعلى من المحكمة اللي قدم فيها القرار من المعروف كمان أنه محاكم كاليفورنيا بشكل عام ومحاكم الغرب الأمريكي هي لبرالية أكتر يعني اللي اختار المحل اللي يعمل فيه هيدا اللاصوت اختار المحل الصح المحكمة الصح لأنه كممكن مثلا يختار تاكساس أو فلويدا ما كان يمشي حاله نفس الشيء لأنه بتأثر كمان جو المحكمة من جو الولايات